جعجعة بلا طحين هو الكلام عن إعادة إعمار الموصل الدائر في الأوساط الحكومية مذ أحالت قواتها وحلفاؤها المدينة إلى دمار قناة سكاينيوز البريطانية تؤكد أن إعمار المدينة ضرب من الخيال في ظل الواقع المشهود حيث وصلت نسبة الدمار إلى 75% وتحولت إلى مدينة أشباح بعد آلاف القنابل والقذائف التي استخدمت في العمليات العسكرية وقبلها كانت الأمم المتحدة قد أكدت أن إعمار الموصل يستغرق جيلا في الأقل أكثر من 56 ألف مبنى مدمر ومرافق خدمية متوقفة بشكل كامل ونحو ثمانية ملايين طن من الأنقاض وفوق ذلك كله ميليشيات مسلحة تنشر الرعب والخوف في المدينة وتستهدف القلة المتبقية فيها بالاعتقال والاعتداء كل ذلك يفسر عدم عودة نازحي المدينة إليها وتحملهم الواقع المرفي المخيمات ما ذكرته قناة سكاينيوز البريطانية يعززه تقرير لهيئة الرقابة المالية في محافظة نينوى كشف عن الفساد الكبير في ملفات إعادة الإعمار ثماني عشرة فقرة ترصد حجم المخالفات الإدارية والمالية التي قام بها مجلس المحافظة أبرز تلك المخالفات صرف مبالغ ضخمة من مخصصات إعادة الإعمار على مستلزمات المسؤولين كصيانة سيارات موكب المحافظ ودعايات إعلامية وصرف مكافآت مالية لموظفي المحافظة بدون أوامر إدارية وتأهيل عشرين مركزا حكوميا وكل ذلك يحصل بدون تنظيم مستندات موازنة لصرف هذه المبالغ ويكشف تقرير الرقابة المالية في نينوى تخصيص مبالغ لرفع الأنقاض والمخلفات وردم الحفر دون أن يحصل ذلك على أرض الواقع وحتى الإصلاحات البسيطة تمت بجهود فردية قام بها السكان دون دعم حكومي إنه رأس جبل الجليد في بحر الفساد تكشفه هيئة الرقابة المالية رغم أنها جزء من الشبكة الحكومية فكيف بالذي خفي وحدها الأيام تكشفه حين تبدأ معركة تصفية الحسابات بين شركاء الفساد والخراب ترجمة نانسي قنقر